اشتركوا في القناة ادمت بها 12 جهة حكومية وبلغ اجمالي اقل العطاءات المقدمة 11.8 مليون دينار وتصدر الجلسة من حيث عدد المناقصات المطروحة المخازن المركزية بعد تقدمها بثماني مناقصات شملت قواطع كهربائية، ادوات مياه، موصلات كهربائية، قواطع كهربائية، محطات فرعية، انابيب حديد واكسسوارات وكشفت بيانات مجلس المناقصات عن طرح شركة البحرين للتطوير العقاري إدامة مناقصة للأعمال الانشائية لمشروع سعادة بالمحرق وأظهرت بيانات الجلسة تنافس ثلاث عشرة الشركة على عطاءات المشروع وتقدم بأقل العطاءات شركة أسيري للمقاولات بعطاء بلغت قيمته 4.4 مليون دينار وتقدمت الأشغال بست مناقصات تضمنت خدمات الصيانة لضواقط الهواء بمحطة المعالجة الثلاثية في مركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي محلي العطاء المالي شبكة نظام الريب المياه المعالجة في نادي راشد الفروسية مبنى أكاديمي إضافي لمدرسة المحرق الابتدائية للبنات وإعادة إنشاء جسر 17 على شارع عم السعد أعمال الصباغة والفحص والصيانة لجسر الشيخ خليفة بن سلمان أقفل مؤشر البحرين العام لهذا الإسبوع متراجعا 14.74 نقطة عن مستوى الأقفال السابق وبالعودة إلى معدلات التداول نجد أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم والسندات المتداولة بلغ مليون وستمائة وستين ألف دينار بحريني المزيد من التفاصيل مشاهدين في سياق تقرير الزميلارين جناحي تجاوزت كمية الأسهمي ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة المدرجة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 32 مليون وسبعمائة واثنين وثمانين ألف سهم ووحدة وبلغ إجمالي قيمة الأوراق المالية المتداولة بقيمة تجاوزت ثمانية ملايين وثلاثمائة وثلاثة آلاف دينار نفذها الوسطى لصالح المستثمرين من خلال مائتين وسبع وخمسين صفقة وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم ثمانية عشر شركة ارتفعت أسعار أسهم ثلاث شركات في حين انخفضت أسعار أسهم تسع شركات واحتفضت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق وقد استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية في حين كانت المرتبة الثانية من نصيب قطاع الاستثمار أما على مستوى الشركات فقد جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول وجاءت في المركز الثاني مجموعة جي اف اتش المالية بقيمة تجاوزت ثلاثمائة وستة واربعين ألف دينار من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة وبكمية تجاوزت مليونين وثلاثمائة وتسعة وعشرين ألف سهم تم تنفيذها من خلال أربعين صفقة أعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية خالد القعود عن إطلاق جائزة البحرين الدولية للمسؤولية الاجتماعية في نسختها الثانية وقد استعرض القعود خلال مؤتمر صحفي أهداف الجائزة ودورها المهم في حث وتوجيه الشركات والأفراد على دعم مبادرات التنمية المستدامة بالبحرين إضافة إلى رفع تقرير نهائي للجهات المسؤولة عن الشركات المساهمة والشركات غير المساهمة والمعايير التي وصلت لها الجمعية بعد إطلاق هذه الجائزة وقد أوضح القعود أن الجمعية ستستمر في قبول الطلبات حتى عشرين أغسطس المقبل وسيتم الأعلان عن الفائزين في مؤتمر البحرين الدولي الثاني للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة والذي سيقام في السبع عشر من أكتوبر المقبل في المملكة لا توقف الآن مع أسعار صرف الدينار البحريني مقبل العملات الخليجية والعالمية موسيقى 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 وموسيقى بالنظر للتطورات المحلية والعالمية الراهنة مبينة أن مفعول هذا القرار يسري فورا وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية وتعد هذه المرة الأولى التي تغير فيها المملكة سعر الريبو قبل الفيدرالي الأمريكي منذ 2009 حيث دأبت سامة على رفع معدل الفائدة بالتوافق مع تغيرات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتأتي هذه الخطوة قبل أسبوع تقريبا من اجتماع مجلس الفيدرالي الأمريكي والذي تتوقع الأسواق أن يرفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 0.25 نقطة مئوية قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن السعودية المصنفة A1 مع نظرة مستقبلية ومستقرة لا تزال تحتل الصدارة بصفتها أكبر سوق للتمويل الإسلامي على الصعيد العالمي بأصول تمويل إسلامية بلغت 292 مليار دولار في شهر سبتمبر 2017 وتتوقع الوكالة أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.3% هذا العام بعد انكماشه بنسبة 0.7% في عام 2017 وارتفعت تسبة انتشار الخدمات المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي من 31% في عام 2008 إلى 45% من إجمالي الأسواق المصرفية من شهر سبتمبر 2017 ارتفعت الأرباح الصافية لموانئ دبي العالمي المدرجة في ناس داك دبي في العام الماضي بنسبة 7.3% وذلك مقارنة بالعام الذي سبقه لتصل إلى ما يقارب 1.2 مليار دولار وارتفعت ربحية سهم الشركة في العام الماضي بنسبة 8% تقريبا مقارنة بالعام الذي سبقه لتصل إلى 41 سنة أمريكيا وقال رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية سلطان بن سليم إن الشركة مستمرة في عملها في أرض الصومال ولن يؤخرها أي شيء وذلك بعد أعلان البرلمان الصومالي والأثيوبي عن التزامهم بالاتفاقية الثلاثية الموقعة بينهم وبين موانئ دبي لتطوير منطقة حرة في أرض الصومال وميناء بربرة بحسب موقع سي ام بي سي عربية ترجمة نانسي قنقر